كيفية استخدام المصريين الدواء؟ كيفية تعامل شعبنا مع الدواء؟ أولا هي طبعا صناعة الدواء من سنين موجودة في مصر ويمكن مصر رائدة في صناعة الدواء من الثلاثينات من ثلاث حرب باشا وكده وتم الاهتمام بهذه الصناعة في وجود الرئيس رواح الجمال عبد الناصر وفي المرحلة الحالية احنا حاليا فيه اهتمام غير مسبوك بالنسبة لتطوير صناعة الدواء المريض المصري اتعود دايما ان هو بيدخل الصيدلية هو طبيب نفسه يعني انا تعبان اروح الصيدلية اخد مسكن ممكن يكون الصداع ده من ضغط بس هو مش واخد باله هو بس مسكن وكده ممكن تبقى مثلا واحد صاحبه وخد مش عارف ايه مسكن ايه ولا خد فيتامين ايه ولا كده يبدأ يتحسن يقوله ايه ده فيه كذا ما يعرفش ان فيه فروقات بشرية مفروض ان هو ده بالاطباء هم اللي بيحددوها ويه بمساعدة الصيدل وكده فثقافة المواطن المصري بان هو يستطيع الحصول على الدواء من وجهة نظره وخصوصا ان فيه بعض الناس لما بتلاقي الكشفات غالية بيستسهلوا هم بيروحوا الصيدلات يبدأوا ياخدوا الادوية طب مسألة الاستسهال دي لها طرفين الطرف اللي هو المواطن او المريض الطرف الاخر الصيدلي دكتور حاتم هو الصيدلي حضرتك هيستسهل ليه في انه يصرف دواء بدون وصفة طبية اذا كان الموضوع يستحق بيحصل شي ده لا بيحصل طبعا وده على فكرة حق مكتسب للصيدلي ان فيه بعض الادوية اللي هي الوفر كونتر دي من حق الصيدلي ان هو يصرفه تمام لكن بتحصل بعض الحالات الخفيفة اللي هو المريض او المواطن بيبقى محتاج ان هو يصرفه مباشر من الصيدلية عشان يوفر حق الكشف مثلا دور برد عادي التهاب بسيط مثلا دور حساسية في الجلدية والصيدلي هنا بتبقى له نظرة يعني ممكن مثلا دور الاسهال ده لما بيسأل لما بيقى فيه على فكرة دكتور عامر فيه حوار عريض طويل بيدور ما بين الصيدلي والمريض اللي داخل الصيدلي بس خلينا يعني نكون صرحة يعني مش كل الصيدلة بيعملوا كده اغلبهم اغلبهم 90% على الاقل من صيدلة مصر بيعملوا كده وعلى فكرة ده سر السمعة المحترمة للصيدلي المصري في المنطقة العربية دور الخليج ان الصيدلي المصري هو صيدلي محترف وعرف شغله كويس وهو طبعا لا هو من حق ان هو يصرف بعض الادوية لبعض الحالات واذا استلزم الامر ان هو يحاوله لطبيب بشري او للمستشفى فدعا بيحصل اوتوماتيكلي اشتركوا في القناة